بسم الله الرحمن الرحيم طلبة وطالبات جانيور 5 النهاردة هنكمل مع بعض كونسبت 1 في يونت 3 ليثون 4 and 5 الكونسبت ده كان بيتكلم عن الانظمة اللي موجودة في البيئة فاتتكلم معايا عن الهايدروسفير واتموسفير بايوسفير وتكلم عن كل حاجة وجيوسفير النهاردة بقى بالأخص هيكلمني عن الهايدروسفير طب ميس هايدروسفير دي اللي هي المية صح كده طيب هو النهاردة الدهيني بس بطايتلز تاني او بعناوين اخرى فكتب ايه types of aquatic ecosystem يعني انواع الانظمة المائية يبقى كده عندي كلمة aquatic ecosystem هي هي زي الهايدروسفير بالزبط تمام تمام يا ميس تعالي كده واحدة واحدة نعرف ايه هي الانواع المائية وهل فيه انواع للمائية ولا لا اللي تمام طيب اول حاجة في البداية كده هايز اعرف ان ممكن اقسم كلمة aquatic ecosystem can be classified ايه ميس كلمة classified كلمة classified يعني اقسم اوزعها تمام كده او اصنفها بمعنى اصح طيب يبقى aquatic ecosystem can be classified ممكن تتقسم او تتصنف بلاش اقسم هي تصنف تصنف لنوعين هي اما salt water او fresh water طيب يبقى انا كده عرفت ان انا حياتي كلها فيها salt water ecosystem طبعا يعني نظام بيئي بس مالح والتاني fresh water بس عزب يبقى ecosystem حلوة او يا ميس يبقى انا كده عندي salt water عندي fresh water طب ميس وفهمنا قبل كده وبقرر لك تاني ان salt water three percent ميس والفري sorry salt water 97 percent طب والفريش ووتر three percent ايه ده يا ميس يعني fresh water قليلة كده قال لي اه نسبتها 3% بس من عندنا من الارض يعني لو كده المنظر ده كده كده الحتة دي بس هي الفريش والباقي ده كله salt معقولة ميس اه طبعا وإحنا كلنا معتمدين على مين على الجزء الصغير ده او في بعض البلاد بتعمل عملية اسمها distillation للووتر يعني تحلية المية البح عشان تقدر تستخدمها في مياه الشرب تمام طيب اه مش قصتنا دلوقتي ده الconcept الجديد ان شاء الله lesson one في concept two طيب ميس يعني salt كده عايز افهم اكبر بكتير من اللي الفريش اه خلاص كده يبقى ده نسبته three percent والتاني 97a percent صعبة كده تمام تعال يا ميس يبدأوا بمين تحب نبدأ بمين يا ميس طيب انا ممكن ابدأ بالsalt water وممكن ابدأ بالfresh water اختار كده تعال يا ميس ناخد salt water بس هي يعني ايه رخمة شوية ادي salt water معلش باقي سامحوني على صوتي انا بتأخر عشان ما برداش اطلع ما انا تعبينه طيب ميس كلمة salt water يعني المية المالحة طب هي المية المالحة فيها حاجات كتير قال لي اه المية المالحة يتكون مية ضحلة وريبة يعني مش عميقة يمية تكون عميقة اهو بالعربي هو تاني salt water يمية تكون مش عميقة هي فيه واحدة عميقة والتانية غير عميقة الغير عميقة ليتضحلة يعني المية تكون ايه ما فيهاش عمق الجوه طب تعالي ميس نفهمها اول حاجة قال لي deep deep area يا اما shallow area بدأت هو افهمك يبقى salt water الماء المالح طبعا salt water ecosystem ecosystem مقسوم لحاجتين يا تكون مكان عميق يعني منطقة تكون عميقة زي المحيط او البحر صحي كده طيب والشالو الحاجات القريبة يعني طيب بيبقى deep area اماكن عميقة اماكن عميقة والshalow area يعني اماكن ضحلة نقولها تاني ونكررها deep area shallow area deep area shallow area صعب كده تمام ايب انا كده عرفت ان salt water متقسمة حاجتين deep area و shallow area نبدأ بالdeep area الاول خلاص طيب ميس يعني ايه deep area قال يفترض كده ادي الصن بتاعتنا هاي اللي جاب الصن هنا ايه ميس اهو فاهمك ادي الصن المكان ده في بداية البحر تبدأ توصله او المحيط تبدأ توصله الضوء السانلايت تمام ننزل اعمق شوية لتحت شوية تبدأ السانلايت اهي تنزل بس مش بنسبة 100% يعني هنا مثلا نقوله عدد 90% بنسبة كده تنزل تحت اقل شوية 80% ايه كمان ننزل تاني شوية مثل تحت اكتر لقيتها 50% ايه تاني اكمل لحد ما وصل ل0% يعني ايه ميس يعني مفيش اصلا سانلايت قادر يوصل لحد تحت يعني السانلايت can't reach مش قادر يوصل صعبة كده can't reach to them للقاع تحت يعني الدوق بدأ ينزل هنا حبة كتير بدأ هنا يقل لحد ما وصلت لمكان can't reach مش قادر اوصل دوق الشمس مش قادر خلاص مش عارف يا عدي طب ميس يبقى المكان ده درج فعلا ما هي اعماق الاوشن احنا كده في الاوشن في المحيط الاعماق تحت ما فيهاش دوق ميس هما الكائنات بتشوف ازاي ربنا بقى لها الادابتشن بتاعها يعني ايه فيه سمك بيبقى فيه اجزاء مضيئة في جسمه تمام طيب المكان ده بقى هو deep area خلاص كده اسمها ايه deep area طب العلماء قالت يا جماعة نسموها باسم تاني بص كده الكلمة دي episode 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 zone يعني المكان اللي في الاعماق ما بتقدرش توصل له دوق الشمس صعبة كده ها حد كده مش فهم طيب تيجي زي ميس الامتحان يجي يقول لي area sunlight كانت ريتش تويد يعني الarea اللي sunlight مايقدرش يوصل لها تمام فين في الاوشن ميس هقول دي باريا ما هو عارف انها دي باريا هو عايز اسمها بقى episode episode صعبة تمام ها يعني ده المكان اللي دوق الشمس مش بيوصل بتهيلي كده واضحة يبقى دي كده عرفت الكلمة دي ابيسل 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 zone يعني مكان موجود في المحيط في العمق تحته خالص وضوء الشمس مش بيوصله ها طيب عشان هنقرن بينها وبين مكان تاني يبقى انا كده يميس عرفت ان السولت ووتر فيها deep area وشالو area deep area الاماكن العميقة واتفقنا ان فيه منطقة في الاماكن العميقة الدوق مش بيوصل لها نهائي يبقى الاريا اللي sunlight كانت ريتش تويت ما بيقدرش يوصل لها اسمها ايه ابيسل صعبة zone طيب نكمل الاميس كلميني عن shallow area معلش هي دي اصعب حتة في الدرس وبقية الدرس سهل والله shallow area طيب دي الاماكن الضحلة القريبة الاماكن دي اللي بيبقى موجود فيها كورا الريف يعني الاماكن يبقى فيها الشعاب المرجاني دي تعتبر ضحلة مش بعيدة مش عميقة يعني بدلين نكون يما بنروح البحر الاحمر ونحب بننزل نتفرج على الكورا الريف والمناظر الجميلة اللي بتبقى تحت الميا بننزل بتبقى المسافة قريبة هي دي بقى اللي قصدي عليها اسمها ايه كورا الريف صعبة كده قالي لا يا ميس وإيه كمان ممكن يتسمى shallow area مكان مش عميق يعني قالي كلمة اسمها inter انتر تيديال زون تانية ميس كده انتر تيديال زون دي اللي هنقرن بينها وبين التانية طيب تانية ميس انتر تيديال زون كمان مرة انتر تيديال زون طيب مش قدر افهمها الحتة دي هفاهمها لك بالروح الانتر تيديال زون سمعت قبل كده عن حاجة اسمها المد والجزر ايه ميس خدناها في الدراسات صح المد الميا بتاعي تلبح بتبدأ تطلع لبره اكتر صح وبعد كده بتنحصر الميا وبتبدأ ترجع تاني للخلف المكان اللي في النص اللي بتفضل فيه ميا موجودة نتيجة التقدم او نتيجة الانحصار دي المنطقة دي بيبقى اسمها انتر تيديال زون طب تعالي نشوفها انجلش يمكن نفهم شوية اكتر هي عبارة عن اريا يعني مكان a long coast يعني فين يا ميس مكان على الشاطئ خلاص كده فاول الشاطئ خالص يبقى اريا a long coast زت بتظهر امتى زت ابير والخليها دي سببير الاول زت سببير بتختفي بتختفي under water بتختفي تحت الميا لما بيكون في ايه لما بيكون في مد كبير يعني ميت البحر طلع اكتر لبرا يبقى under water امتى يا ميس at high tight تمام طيب وبعدين ابير بقى تظهر لما يكون في ايه at low tight تاني يا ميس هما دول اصعب القطعتين خلاص طيب يبقى تشالو اريا اللي هو المكان الايه الضحر بيبقى عبارة عن ايه او جواء ايه الياميس بيبقى جواء كرة الريف يعني الاماكن اللي جواء كرة الريف دي مش عميقة خلاص كده طيب الجزئية يعني طيب المكان بقى اللي مش عميق ده ساعات بيبقى ليه اسمي تاني غير المكان اللي محتوي على الكرة الريف في مين تاني في انترتيديال زون انترتيديال زون عبارة عن ايه long area مكان عند شاطق البحر كده لو البحر كده عند الشاطق من برا كده long zone يعني بامتداد الشاطق كله طيب دي سبير بيختفي لو عندي high tide يعني لو مية البحر تلعت برا اكتر اللي هو في المد اثناء المد يعني ان المية بتزيد لوحدها طيب حلوة قوي طلعت لبر المكان ده بيختفي لكن لما المية تكون فيه low tide يعني فيه جزر ربنا بيقمر المية انها ترجع تاني وتكون منحصرة يعني دخل الجوة فتبدأ كده اهي ايه ده ميس اهي المكانه اختفى في ال high tide وبدأ يظهر لما يكون عندي low tide صعبا طيب يبقى انا كده خدت مكانين intertadial zone ها و epistle zone صح كده ال intertadial zone دي تابع مين shallow area والأبيصل تابع مين أيوان دي بارية صعبة كده طيب حلوة اقدي لك عليا سؤال ايه بيجو في الامتحان بار بص كده نشوفهم مع بعض هنلاقوهم في scientific ان شاء الله ممكن نلاقوهم في scientific اهي بص يا ميس اهي right scientific term area of ocean which contain kura rive مكان في المحيط ايه ده يا ميس ما احنا قلنا ان المحيط ديب ما نقولتلك فيه اماكن جواه بتبقى ديب لكن فيه اماكن شالو عادي جدا طيب فيه ايه بقى كونتين كورة الريف جواها الكورة الريف وكمان الانترتيديال زون اللي احنا قلنا عليها بتاعت المد والجزر قال يا ميس يبقى المكان ده مين ها area دي شالو ايه area يبقى المكان اللي في المحيط كونتين كورة الريف وكمان جواه انترتيديال زون يبقى ده مين شالو area طب تعالي كده يا ميس the area long coast مكان بطول الشاطئ دي سبير بيختفي لما بيكون عندي high tide لكن قبير لما يكون عندي low tide ميس هكتب شالو area لا الشالو area كتبتها لما قالي ان انا عندي كورة الريف وانترتيديال زون دي بقى مش هنفع هكتب شالو area ده انا هكتب وحدد له المكان ده بالضبط اللي هو مين انترتيديال زون صعبة كده فهمنا الفرق طيب هاتي يا ميس تاني ممكن نقول ايه ايه مش موجودة هنا طب هقولها انا area in ocean which sunlight can't reach to eat يبقى دي مين ايوة episode zone صعب كده ولد تمام نكمل بقى وهنبدأ بقى في الاجزاء السهلة عادي جدا ما فهاش حاجة صعبة يعني هاتي يا ميس كده الفريش ووتر نبتدي بقى فريش ووتر شابة بنتو معي فريش ووتر طيب تعالي يا ميس كده نشوف الفريش ووتر فيها ايه قال لي ممكن يا ميس كده الفريش ووتر يكون فيها اول حاجة ايه نحب اكتب لك العنوين الاول وبعدين نتكلم ويتوت قال لي يا ميس كده الفريش ووتر ممكن تبقى بوند وليك وليك حلو قوي يعني برك وإيه وبحيرات وممكن تبقى فلوينج ووتر يعني مياه جارية فلوينج ووتر ريفر بقى صح ستريم اهي ممكن تبقى ريفر او ستريم طب تعالي يا ميس واحدة واحدة بنروح تاني يبقى لو سألني وقالي ان البوند تبع مين ايوة بلونج تو فريش ووتر طب الليك بلونج تو فريش ووتر ميس ستوب الليك ممكن تبقى فريش ايوة ماي بي فريش ماي بي ها سولت عادي جدا طيب فلوينج ووتر واكيد مش هجيبها لك في الامتحام تختار الاثنين طيب فريش ووتر زي مين برضو الريفر ومين تاني وستريم ميس يبقى كده الريفر بلونج تو فريش ووتر الستريم بلونج تو فريش ووتر البوند فريش ووتر الليك فريش ووتر طيب تعالي كده يا ميس نتكلم شوية عن الليك ونفهم فيها ايه بيقوليه ان معظم ميني ليك او ماشي اين ميني بوند اند ليك يعني معظم البحيرات ومعظم البرك مالها بيبقى جواها ووتر امت يا ميس اول يير يعني فيها مية طول السنة ايه يا ميس النقطة دي طالما قلتها يبقى انت عايزة تقولي ان في حاجات ما بيبقاش يا مية في بعض الاوقات فعلا تاني في عندي ميني بوند اند ليك بيبقى فيها مية طول السنة المية موجودة فيها ما بتجفش يعني ما بتنتهيش قالي لكن في بعض الليك some lake and بوند في بعض الليك وبعض البوند ما لهم يا ميس dry up dry up يعني تجف ما يبقاش يا مية in summer طب ميس توضحي اكتر باينة هي كلمة in summer يعني ايه في الصيف يبقى معنى كده انها بتجف لما بتكون درجة الحرارة عالية صح؟ بتعملها افابوريشن بتبخر المية ميس عادي ما هي ممكن تبخر المية ادي البحيرة هي والمية تبخرت لفوق ترجع تعمل كوندنسيشن وتنزل تحت قالي ما المكان ده احيانا بتكون فيه ويند كبيرة يعني رياحة عالية اوي بتعمل ايه ميس تاخد الووتر فيبر وتزقه المكان بعيد فلما يعمل كوندنسيشن ما يرجعش ينزل فين في الليك تاني بينزل في مكان تاني فهي بالتالي dry up تجف صعبة؟ تاني يبقى some lake and bond dry up بتجف فين؟ في السمر بتجف فين؟ امتى؟ في الصيف صعبة كده؟ طيب ميس والحاجات اللي عايشة ما هي فيه بحيرات سبحان الله هتجف خالص بتنتهي المية وبالتالي ممكن كل الانيمال او كواتسك انيمال اللي عايشة بتبقى خلاص كده ماتت صح كده؟ لكن احيانا بتقل المية مش بتنتهي بتقل بس فالانيمال اللي عايشة جوه ربنا خلق لها طرق للادابتاشن تقدر تتكيف مع قلة المية او يعني قلة المية او ان المية ما تبقاش ايه موجودة صعبة كده؟ طيب ميس طيب انا فاهم هاتيلي طيب ايه تاني؟ قولي لي اكزامبل بقى تعودنا من حدودك تقولي اكزامبل على الحاجات دي قال لي طيب انا عندي ليك معليش شاولات كده ثواني يبقى هنا ليك وعايزينها فيها فريش ووتر لان احنا هناخد ليك وفيها سولت ووتر ليك فريش ووتر ليك فريش ووتر الووتر كونتين يبقى انا عايزة اعرف اسامي اللي عندي اللي فيها فريش ايه؟ ووتر صعبة كده؟ تاني ميس هناخد دلوقتي الليك البحيرات اللي فيها فريش ووتر ونركز بها عشان فيه هنا اخناء كبيرة بيننا وبتوع السوشال استادي بتوع الدراسات الموضوع كبير يعني بص يا ميس ناصر ليك او ليك ناصر؟ يعني بحيرة ناصر ودي طبعا كلنا خدناها زمان ان المية العزبة موجودة في بحيرة مين؟ ناصر طيب في بحيرة تانية وادي الريان وادي الريان لحد كده العركة مش موجودة وادي الريان تمام؟ ميس يبقى انا كده ناصر ليك او ليك ناصر دي فيها ايه؟ فريش ووتر يبقى لو جات في الامتحان سؤال عادي جدا في التشوز ناصر او ليك ناصر كونتين دوتس ووتر فيها ايه؟ قال لي ميس فيها فريش كلام منطقي طب وادي الريان برضو فريش العركة جاية هي ليك كارون وده موضوع كبير بقى احنا هناختصر دلوقتي ميس ميس خلي بالك احنا قارون ميس بتاعتنا بتاعت الدراسات اللي تدينا دراسات قالت يا جماعة قارون بحيرة ملحة ومكتوبة فعلا في كتاب الدراسات بتاعتلي انها مية ملحة تمام؟ حضرتك كتبها هنا ليه؟ ولا يا جماعة انا هشرح وانت شوف نفسك بقى وفكر بص يميس قارون هي بحيرة عزبة خلاص؟ في البداية في بداية امرها خالص كانت مية عزبة يعني المية اللي جواها فريش ووتر صح كده ولاد؟ طيب هي ايه؟ ايه اللي بيبقى حوالين البحيرة او الجدران جناب البحيرة والكلام ده كله والارضية بتاعب عبارة عن ايه؟ عبارة عن سويل تربة صح؟ واي تربة في الدنيا بيبقى عندها حاجة اسمها مينيرال سولت املاح معدنية يعني هي التربة نفسها فيها ملح لكنه ما بيختلطش بالمية بتاعتها خلاص كده؟ يبقى السويل بتاعتنا فيها ايه؟ مينيرال سولت يعني املاح معدنية كل السولت موجودة في اي تربة خلاص كده؟ طب ميس بدأت الحرارة او الكلايمات اللي هو المناخ بتاعنا بدأ يحصل له تشينج الفترة اللي فاتت خالص صح كده؟ حصل له تشينج كتير بدأت درجة الحرارة ترتفع جداً يبقى انا كده عندي هاي ايه؟ تيمبريتشر طيب ميس الهاي تيمبريتشر عملت ايه؟ عملت ايفابوريت للمية المية بدأت تتبخر صح؟ وبدأت البحيرة كأنها ايه؟ يعني خلاص المية بتتبخر منها فبدأت تقل المية كل ما تقل المية يحصل تركيز السولت اللي موجود في التربة يبدأ يطلع فين في البحيرة نفسها فبدأنا نشوف المية كأنها ايه؟ او يعني يبقى طعم المية ايه؟ مالح فهمت بقى الفكرة؟ طب ميس هتيجي في الساينس يبقى احنا هنسمع كلام الكتاب عشان لو جت في الساينس لان كده محدش قدر يفصل في الموضوع يعني لحد الآن خلاص؟ تمام؟ توجيه الدراسات او توجيه الساينس محدش قدر يفصل في الموضوع لحد الآن دلوقتي يبقى انا عندي ايه؟ لو جتلي قارون في الساينس عندي ايه؟ يبقى دي طبعا مين؟ السولت ووتر متتفزلكش خلاص؟ طب جتلي في الدراسات زي ما ميس الدراسات بتديهلك فريش ووتر عرفت بقى السبب اللي خلاهم نقلوها طبعا كل حاجة بتتغير الساينس فيه سوابت اه جماعة عندنا في حياتنا لكن فيه احيانا الاوضاع بتتغير زي زمان لما كن انا بدرس ان انا عندي ايه؟ ايه؟ ناين بلانت تسع كواكب بدرسهم لحد اخر واحد بلوتو فجأة من كم سنة حطوا للولاد في المنهج ان هم ايت بلانت بس الله يا ميس ازاي ايت بلانت هو كده طب قعدنا ندور ونشوف ليه لغيته بلوتو فارقع مثلا لا امه اللي عملنا ايه؟ قالوا يا جماعة ان بلوتو حجمه اصغر من ستس حجم الارض طب ميس طالما هو حجمه اصغر من ستس حجم الارض يبقى كده هو اصغر من الامر يعني ما يعتبرش كوكب يعتبر تابع فوق موجود خلاص كده جسيم مثلا فعشان كده هم ليهم نظريات احنا بقى ايه؟ بناخد الحاجات الجديدة عشان نبقى دايما اب تو ديت معهم خلاص طيب يبقى كده قارون هي في الفريش ووتر طب ميس ماما جات قايت لك يا ابني دي موجودة فين؟ في السولت انت بتقول غلط فاهمها ولقى ماما بعد اذنك حصل كذا كذا ايه بقى؟ ان كانت فريش ووتر بدأ يحصل لها افابوريشن فبدأ يحصل كونسنتريشن للسولت اللي موجود في السير في التربة نفسها بدأت تبقى فين؟ جوه البحير عشان كده خلوها بقيت ايه؟ سولت طب زي الارض بتاعت الفلاح لو الفلاح مثلا مرواش الارض بتاعته مية المية بيقولك ايه؟ التربة ملحت طب جابت ملحي منين؟ انا مش حاطت ملح هي التربة فيها ملح صعبة كده ولاد؟ ماشي يا رب بكون قدر توصلها نكمل هقال يا ميس تعالي بقى للفلوينج ووتر بادي اهي فلوينج ووتر بادي اللي هو المية الجارية زي الريفر وزي من تاني سترين طيب ممكن نقول ايه تاني ممكن اقول ايه برضو ممكن سويني كده نشوفلكم استباعي طيب بيقولي ميس انا عندي ريفر وعندي ستريم قالي الريفر اللي هي الانهور واللي ستريم هو بيعيد الكلام تاني على فكرة كونكت بيرتبطوا كلهم اثر بادي ووتر يعني كل المسطحات المائية كلها يعني بتتداخل مع بعض بادي اوف ووتر بيرتبطوا بقى كلهم وبيتواصلوا مع بعض ليك اوشن صح طيب هل المكان ده في ناس يعني فيه كائنات عايشة قالي اوه تعالي كده نشوف مع بعض ايه اللي عايش في البوند مع بعض واحدة واحدة وناخده برضو ايه اللي عايش في الليك ممكن ناخد البوند الاول البوند وبعدين الستريم طيب انا كده فهمت ان انا عندي ميني living organism leave in water طيب هنشوف دلوقتي يبقى انا كده في عندي ريفر وعندي استريم انهار وايه مجاري مائية طيب عندي الريفر والستريم بيتوصلوا بباقية الحاجات المائية اللي فيها مية المسطحات المائية اللي هي البادي اوف ووتر الليك والاوشان والسي بيعرفوا يعملوا الكنكت مع بعض طيب تعالي ندرس كده البوند ممكن يبقى فيها ايه وندرس برضو الستريم ممكن يبقى فيه ايه وندرس الاوشان ممكن يكون فيها ايه طيب انا كده يميس بدأت اول حاجة خالص من البداية عرفت ان الووتر بقسم هالك هاي تاني الووتر ايكو سيستم او الاكواتر ايكو سيستم عبارة عن حاجتين سولت ووتر وفريش ايه ووتر طيب السولت ووتر قلنا عبارة عن مكانين شالو اريا وديب اريا هندرس منهم الاوشان المحيط خلاص طيب الفريش ووتر طبعا هي فيها ليك بردو ليك يعني هندرس منها اوشان وليك خلاص تاني يبقى الايكواتيك ووتر اللي هي بتاعت الايكو سيستم اليميس هدرس فيها سولت ووتر وفريش ووتر السولت ووتر شالو اريا وديب اريا هدرس منها حاجتين دلوقتي الاوشان والليك طيب اما الفريش ووتر اليميس الفريش ووتر فيها فلوينج ووتر وفيها بوند وفيها ليك هدرس فيها البوند وهدرس فيها ليك وهدرس فيها ستريم احنا قلنا دلوقتي الليك صح كده العزبة فضل عندي مين البوند والستريم يلا بينا يلا يا ميس هكتبت لك خطواتك هاو ادي بوند تعالي بقى ميس البوند فيها ايه قالي فريش ووتر يبقى كده البوند فريش ايه ووتر ترتيبه ها يبقى البوند هاز او كونتين فريش ووتر المية بتاعت البوند بتاعت البركة مال هاميس رانينج ووتر ويف قالي لأ مش فاهمت كلامه اصلا كلمة ران يعني مية جارية ويف يعني موجة امال هي ايه قالي لأ هي ستيل ستيل يعني ايه ميس يعني مية راجدة قعدة ما بتتحركش ستيل ووتر ما بتتجدتش تاني يبقى انا كده عندي البوند فيها ايه ميس قالي فيها فريش ووتر طيب المية دي اوصيفها للديسكريب بتاعها ايه او ديسكريبشن ران قالي لأ ويف قالي لأ امال هي ايه ستيل مية راجدة خلاص طيب فيها نباتات بتحب بتعيشيها قالي اه فيه نبات بيحبها قوي اسمه ووتر للي اسمه ايه ووتر للي اللي هو النبات المفلطح قوي ده كده والدو فاضع بتحب بتعود عليه عارفين اولاد اهو موجود في السور اصلا اهو بسي كده يميس اهو كده ده شايفينها الورقة بتاعتها مدورة قوي كده طيب ماشي يميس يبقى انا كده عرفت ان انا البوند بتاعتي فريش ووتر وكمان فيها ستيل ووتر يعني ويته راجدة النبات اللي بيحب يعيش عليها ووتر للي طيب عندها مين كمان من الكائنات بيحب يعيش قالي فروج سلاماندر يبقى الفروج والسلاماندر الكائنات اللي بتعيش عليها طيب ايه كمان يا ميس قالي بقى الانسكت بتحبها قوي اذا ميس هي انسكت تعيشة قالي ايوه في انسكت بتعيش هناك علشان تقدر الفروج تتغزة وتاكل هي والسلاماندر صح كده طيب الانسكت بقى بتعمل حاجة غريبة قوي بتعمل يعني بتبيض هناك عند المية دي ومش بتخاف قال لي زي بتحط البيض بتاعها في الاريا دي بالزيت قال لي سحلة قوي مش مش هي ستيل ووتر يبقى هقوله هي ميا ركدة يبقى الاجز البيض مش هيتحرك صعبة كده ولاد لأ يا ميس انا كده فاهم يبقى انا كده كله للبوند انا عندي البوند فيها فريش ووتر وكمان ستيل ووتر والنباتات اللي بتعيش ووتر للي طيب مين بيعيش على الووتر للي اربطهم ببعد بقى فراج سلامندر طيب وعندي انسكت طب والانسكت بتعمل ايه بتبيض هناك بتحط البيض بتاعها هناك يبقى ليه يا ميس علشان هي ستيل ووتر وايه كمان يا ميس وعلشان الاج كانت موف يعني البيض مش هيتحرك بالمية فهيبقى في مكانه طيب فيها دود قال لي اه فيها ديدان كمان عم دعا وورم ديدان اسمها ليتشز ماشي بتعيش في البوتوم بتاعت مين البوند يعني مش بتعيش في البوتوم اهي بصوا كده ولاد اهم ادي يبقى انا كده بتكلم عن البوند ادي النبات اللي عندي ووتر للي و ادي الحشر اللي عايش عندي و ادي كمان الورم اللي هي اهي بص اولاد في الصور بينا و ادي الفراج والايه والسلماندر صعبك كده ولاد تمام احنا كده تكلمنا عن مين عن البوند فاضل نتكلم عن مين انا كده اتكلمت في الفرش ووتر عن البوند و عن الليك ماتتهش مني انا عارفة ان المواضيع تتتوي شوية معلش طيب نتكلم شوية عن بص يا ميز ده الستريم شايفو ده الستريم بص كده عبارة عن رك كتير والمية بتنزل من خلالها شايف كده المنظر ده اه وبص عليها ايه تحولب من فوق واعشاب اسمها موسز اهي شايفها موسز هي دي اللي احنا بنتكلم عنها طيب الستريم يا ميز فرش ولا سولت قال لي احنا لسه في الفرش فرش ايه ووتر جميل زي الفل طيب المية بتاعتي بقى ما فيهاش امواج لكن بتجري يبقى اسمها الرنينج ووتر رنينج ووتر جميل يا ميز كملي طيب بيعيش فيها اميز اللي بيعيش فيها catfish اهي تعال وريك شكله السمكة هولي عيش فيها بص يا اميز catfish شايفها اهي catfish cryfish ايه تاني trout trout تاني catfish cryfish trout تاني catfish cryfish trout يبقى دول الاسمك اللي عيشة فين ها اللي عيشة فين في الستريم يبقى catfish cryfish trout سمكة منقطة كده trout طيب ميز عليها ايه من فوق على الصخور قال لي ما احنا قلنا واتفقنا ان فيه حاجات خضرة كتير تحلب كتير قوي اسمها ايه mosses mosses يعني شبكة لزقة to rook لزقة على مين على ال rook صعبا like algae شبه الالجي كده لحد كده انا تمام يبقى الستريم يميز فيه فرق بينه وبين البون هو الستريم عنده ايه fresh water مش هو الموضوع قلب على دراسات قوي بس ما عليه شي يعني stream fresh water running water وصفي الماية تاني describe هي cool وكمان ايه fast طيب عندي catfish عايشة فيها cryfish عندي ايه كمان trout out mosses attack to rook like algae بتلزق على الرك زي مين الالجي صعبا كده ولاد؟ يعني هو لو جي قال لي dotts و dots leave in fresh water في الستريم يبقى مين؟ catfish و ايه cryfish طيب الوشن بقى طب ناخد بحيرات الاول ملحة ولا ناخد الوشن طيب كده ماشي يا ميسيب احنا كده خلصنا تاني هو كان عندي water عرفت ان هو يا fresh يا ايه يا salt خدنا في الفرش اللي درسناهم وخدنا البوند صح كده وخدنا ال stream دول درسناهم خلاص امه للسولت فيها ايه بقى يا ميسي؟ قال لي فيها shallow area و deep area يعني فيها مين ocean و ايه كمان برضو ممكن تكون salt و lake يلا نشرح دول حب نشرح مين الاول ماشي نشرح الوشن طيب يولي يا ميسي الوشن and sea ocean and sea الميا بتاعتهم ايه؟ salt صح؟ طيب هل تنفع الميا بتاعتهم تبقى running قال لي لا يا ميس تنفع تبقى still برضو لا يا ميس أمه الايه؟ wave على شكل امواج على شكل ايه؟ امواج يبقى الميا move بتتحرك the form of wave على شكل موجة طيب يلا يا ميسي ايه اللي عايش هناك؟ dolphin سهلة ايه؟ حاجات سهلة شوية star fish سمكة اسمكة اسمكة موسى موسى flounder سمكة مبططة كده وطعمها جميل موسى flounder وكلب مش كلب كلب زي اللي هي الايه؟ الاعشاب اللي بيبقى لنا اخدر كده اللي بتتعلق في رجلة كما تنزل المياه والحاجات دي اسمكة كلب اسمكة ايه؟ كلب تمام كده؟ تمام يا ميسي يبقى انا كده خطة الوشن والسي عبارة عن salt water طبعا ما تنفعش running ما تنفعش ستيل اما لتنفع ايه؟ ويف وهي بتتحرك على شكل ويف يبقى move ايه زفور مو اف ويف مين الاكزامبل اللي عايشين فيها الاو الانيمالز هاكزامبل عليهم مين دولفن ستارفش موسز وكلب نكمل بقى مع بعض حاجة من الحاجات اللي فيها salt water قال لي ميسيك احنا خدنا قبل كده ان الليك فيها فريش المرة جي هناخد الليك لما تكون salt طيب salt معروف يبقى فيها وايه salt water طب مشهورين عندنا بقى قوي في مصر مين بقى الحاجات اللي عندي في ايجبت ميسيك لما كتبتي ايجبت كده يبقى كده هتقولي حاجة مش في ايجبت صح كده اه طب ناخد ايجبت بس العود عندي مين؟ قال لي ميسيك عندنا بحيرات كتير ملحة منزلة فعلا طيب مريوت جميل بردويل تمام اتكو ايه ميسي الحاجات العجيبة دي دي اسمي البحيرات حبيبي تاني يبقى انا عندي بحيرات ملحة منزلة مريوت ها بردويل اتكو كل دي بحيرات ايه ملحة وباسم الله الرحمن الرحيم كده لقينها كتب لينا في النص كده الكلمة دي عسل جبوتي اللي هي ان جبوتي طيب ميس ايه عسل دي جامل اسمها مسكرة يبقى مية حلوة لا يا حبيبي بالعكس هو عسل السود تاني ميس يبقى كلمة عسل ان جبوتي دي بحيرة اسمها بحيرة عسل في مكان اسمه جبوتي وطبعا ما ينفعش اشرح لك كده وانا مش فاهم حاجة ولازم افاهمك بص يا ميس كلمة جبوتي دي دولة عربية بس موجودة تحت في افريقيا خلاص جنب السومال والحاجات دي اللي هم الناس الصمر عارفينها تمام الطوال اوي دول ما شاء الله طيب يبقى كلمة جبوتي دي دولة دولة عربية موجودة تحت تحت فين يا ميس عند اسيوبيا وعند السومال والحيطة دي طيب الدولة دي مسلمين يعني بنسبة كبيرة مسلمين تقريبا 93% منها مسلمين والباية ارثوزوكس او مسيحيين اللغة العربية عندهم اساسية بنسبة كبيرة يعني اللغة الام اللي بتدرس في المدارس مع بعض اللغات التانية زي اللغة الفرنسية او اللغات من اي مقاية اللي هي ايه بتاع تقريبا البلاد اللي حواليهم بيتكلموا سومالي او حاجات كده طيب يعني بنسبة كبيرة بيتكلموا عربي حلوة قوي المكان اللي هناك ده اللي هي بحيرة عسل مكان جميل قوي مزار سياحي حلوة قوي انا كده عرفتك مين جيبوتي دي عشان ما تقاش بتدرس كده اهبل يعني سوري فميس قال لي البحيرة دي شكلها جميل قوي وعجيب قوي سبحان الله كانت معي خلاص الحمد لله ميس مالها بقى قال لي كان فيه زمان هناك فولكانو بركان عند فوات البركان بعد ما البركان انتهى وخلص وجف وخلاص تمام وكل الارض اللي هناك بقت نشفة صلبة تمام وترقمت او تنصرت المولتون ميتال الحاجات المعدن اللي طلعها من جوه البركان والحاجات دي كلها نشفت برة على السطح خلاص وبدأت تتكون فوق الفواحة بتاعت البركان اتكونت البحيرة الجميلة دي سبحان الله فوقيها يا ميس اه فوقيها لو ينفع مثلا ورعلكم بالكتاب يارب تكون موجودة في الكتاب تسوينا كده اين اخدتك تشوفها موجودة هي منظرها جميل جدا كمان هي مظر سياحي رائع لان شكلها اهي بصوا كده ولاد اهي موجودة شايف المنظر شايف المنظر بتاع هي اصلا متاعت السلط فيها عالية جدا يعني نسبة الملح فيها عالية جدا ما بتسمحش حتى لبعض الكائنات انها تعيش فيها مش قادرين يتحملوا كمية السلط اللي موجودة الكنسنتريشان بتاعت السلط عالية قوي تركيز الملح عالي تمام اه بيعيش فيها غير بكتيريا يعني فيها حاجات منها انواع من البكتيريا عايشة فيها بص شكلها جميل ازاي سبحان الله موجودة فوق فوهة البركان تمام كنت جايبه لك صور بس مش عارفة اطلحها دلوقتي بنا كده عرفت مين عرفت ان انا عندي سولت ووتر في منزلة مريوت بردويل ليك اه سوري اتكو كل دول اسمهم ايه سولت ووتر دول موجودين فين في ايجبت طب في موجودين برا ايجبت قال لي اه في عندي في جيبوتي فيها حرف دي بس مش بيت نطق جيبوتي العاصمة بتاعتها بردو اسمها جيبوتي خلاص دي دولة جميلة قوي موجودة تحت ناحية أسيوبيا والصومال فيها مسلمين كتير ولغة عربية كتير فيها لغة فرنسية بس قليلة في عندهم بحيرة اسمها عسل كانت موجودة فين يا ميس فوق الفوهة طب ميس عسل يبقى مياه حلوة لا عسل يعني هي اسمها كده عكس اسمها المياه بتاعتها سولت شديدة كمان يعني السولت فيها الكنسنتريشن بتاعته هاي كونسنتريشن اوف سولت صعبة تمام هل ابل تولي يعني هي هل تسمح للفش انه يعيش فيها لأ صعبة قوي وان الانماء برضو مش قادرين يعيش فيها ولا يتحملوها لكن عندها ايه بكتيريا فيها بكتيريا كتير عايشة صعب كده الكلام يبقى احنا كده شرحنا كل الحاجات اللي تخص السولت وتخص مين الفريش طيب في بعض الوينت كده بس عايز اقولك عليها عشان يبقى كده خلصنا الدرس التعام قالي ان الوشن والسي البحور والمحيطات انكلود بتشتمل على مين يعني ايه يعني معظم البحار والمحيطات بيبقى فيها ايكو سيستم تمام كده small ecosystem ايه small ecosystem تمام طيب ميس حضرتك قلتي ان الميا في البحر او في المحيط اذا فورم اوف ويف على شكل ايه امواج او طبعا طيب الووتر بقى في المحيط بتتحرك على شكل سايكل سايكل سوري بوتر سيركل على شكل ايه سيركل طيب بتعمل حاجة اسمها ocean current اللي هو الطيار اللي في المحيط ocean current الطيارات اللي موجودة فين ايه ميس الطيارات يعني الطيارات اللي بتطير لأ طيارات الماء طيارات المياه يعني الميا بتكون شديدة خلاص طيب يبقى كده عرفت ان فيه ووتر في الاوشن بس ماشي على شكل ايه سيركل اسمها ocean current اسمها ايه ocean current طيب بيقولي يا ميس ان ال direction of مش عارفة كاتبلكو دي ليه direction of ocean current الطيارات بتاعت المحيط ocean current اللي هي المياه شدتها جاية ازاي واتجاه زي الرياح بالزبط بتيجي منين وبتنتهي الفين هو برضو المياه اللي في المحيط بتتقاس كده عندي direction اتجاه الاوشن current ممكن كان بي predicted يعني ايه ميس predicted يعني ينفع يتقاس يتحدد يبقى ملحوظ يعني خلاص دي كانت اخر حاجة في الجزء ده ولا تاني مش ان الامواج عندي حركة المياه موجودة في الاوشن وفي المحيط عبارة عن ايه wave as a form of wave ساعات بيبقى فيه طائرات في المحيط شديدة فقال لي ان المحيط بيبقى فيه طائرات اسمها ocean current هل الاوشن current دي اقدر احددها قال لي اه can be predicted can be predicted يعني اقدر احددها قال لي اميس طيب ممكن سؤال هل الاوشن والسي بيبقى عندهم ecosystem قال لي اه بيبقى عندهم انت لسه ايلا ان البحيرة بتاعت عسل فيها ملح كتير وما فيش كائنات عارفة تعيش فيها ما نقطلك عشان الconcentration بتاع الملح بتاعها عالي قوي لكن الاوشن والسي معتدل عادي جدا خلاص اتمنى اني اكون قدرت اوصل المعلومات طبعا هي داخل فيها جزء كبير من الجيولوجي وحاجات يعني تخص الجغرافيا والحاجات دي والسطح بتاع الارض حاولت ابسطها على قد مقدر ان شاء الله تكون سهلة عليكم تمام كده احنا خلصنا concept one ان شاء الله نبتدي مع بعض على طول في concept two ترجمة نانسي قنقر